هو ذا ما تبقى من أحد المراكز الحدودية العراقية مع سوريا الذي ذمره تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية لا أثر لدولة الخلافة المزعومة استبدلت الأعلام السوداء برايات فصائل الحشد الشعبي التي باتت تفرض سيطرتها على غالبية أنحاء غربي الأنبار فقد التنظيم الذي حكم المنطقة لثلاثة عوام آخر مراكز سيطرته المدنية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية هنا في مدينة القائم كان انهياره سريعا تداعت دفاعاته بعد ساعة قليلة على بدء القوات العراقية والحشد الشعبي عملية السعادة للمدينة والتي استكملت بطرده من مدينة راوى المجاور غائطا لكن مصادر أمنية عراقية أكدت لبي بي سي أن التنظيم لم يدافع أصلا عن المدينتين وانسحب إلى البوكمال آخر مدينة كانت لا تزال تحت سيطرته على الجانب السوري من الحدود مقابل القائم حصلت بي بي سي على إذن حصري لزيارة الجانب السوري عبر الحدود العراقية إلى الجنوب من مدينة البوكمال من هذه المنطقة الصحراوية عبرت بعض فصائل الحشد الشعبي الحدود لمد يد العون للجيش السوري وما يوصف للقوات الحليفة لاستعادة للمدينة هذه قاعدة من القوات الروسية هنا بقرب من البوكمال على بعد عشرات الأمطار فقط أمامنا ثمت قوات من الحشد الشعبي العراقي تحديدا بتاعب حزب الله هنا أمامنا ستظهر بعد قليل أقام الكنار لم يسمح لنا بالتوقف والتصوير عند هذا المكان الذي يبين حجم قوات التي تجهد لاستعادة السيطرة على البوكمال قبل أن تصلها قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية المدعومة أمريكيا من حدودها الشمالية وبالفعل نجح الرهان استطاعت هذه القوات اتحام آخر المدن التي يتحصن فيها التنظيم في سوريا هذه آخر منطقة استطاعت كتائب حزب الله العراقي استعبت السيطرة عليها بالأمس ودفع مقاتلي ما يسمى تنظيم دولة الإسلامية إلى داخل نديل البوكمال تمت مقاومة عنيفة لا يزال بديها من تبقى من المقاتلي في الداخل ويعتقد أن تمت قادة كبار من التنظيم هم يديرون عملية تصدي للقوات العراقية والسورية أفغانية باكستانية الروسية التي تحاول تقدم في اتجاه النبيل رغم كثافة القصوى الروسية الذي يغطي تقدم الجيش السوري والفصائل الشعية إلا أن اختراق دفاعات التنظيم لم يكن بالعملية اليسيرة لأي مكان وسط قوات عشر الشعبين بارح اليوم وكملنا الشيط هذا كله خدنا بقد عدنا بس صورة هذي كان من بعد الصورة وهو اللي هناك هالكل عادي نعم العملية حدود المدينة بعدها أمامنا دخلناها المدينة والبارح دخلناها وما عدنا شي بيها بس حزب الله الصديق لنا في اللبناني حزب الله لبناني ميشها الثانية قال انسحبوا ثبتهم على موتشن ومنجين التقي بالمثلث هلا هاي المنطقة تحت سيطرة الكتاب حزب الله العراقي خالصة من هاي المنطقة المنطقة من فوق المنطقة من فوق دخلها حزب الله اللبناني وجيش سوري مع حزب الله بنفس المحوار لم يكد هذا المقاتل العراقي ينهي حديثه حتى استهدفنا أحد قناصة التنظيم بشكل مباشر اضطرات القوات المشاركة في العملية لتوقف عدة مرات نتيجة الدفاعات القوية التي أعدها تنظيم ولم تنجح في اختراقها إلا بعد قصف هذه الدفاعات بالقاذفات للستراتيجية بوسية لتبدأ بعد ذلك بالتقدم وتنظيف المدينة ممن تبقى من مقاتلي التنظيم والمتفجرات والسيارات المفخخة التي خلفوها إنجاز كبير استطاعت هذه القوات تحقيقه بهزيمة تنظيم الدولة في معاقله الأخيرة في العراق وسوريا لكنه يثير الكثير من المخاوف بشأن مد نفوذ إيران والقوى الشيعية المتحالفة معها عبر العراق وسوريا وصولا لليبنان عدت للعراق لأسأل قائد الحش الشعبي في غربي الأنبار قاسم مصلح عن حقيقة هذه المخاوف التي باتت تدق ناقوص الخفر لدى دول سنية عربية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعما إذا كان سيتم حل الحشد بعد امتهاء الحرب ضد التنظيم شيردون يسموه خلي يسموه محور شيعي مثل الشيعي هلال شيعي أي إيران السيطرة هذا واقع الحال الآن فرض لا نقبل بالاحتلال الأمريكي ولا أي دولة أن تستحل بلدنا نحن استلمنا فتوى من المرجعية ولا يمكن حل هذا الحشد إلا بفتوى منذ إقرار قانون تشكيله بات الحشد الشعبي يتبع إداريا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أو قائد العام لقوات المسلحة ولم تصدر أي أوامر للحشد للمشاركة في العمليات داخل سوريا ولا تشارك أي من قوات الجيش أو قوات الأمنية في العمليات هناك هنا عند نقطة الحدود قرب القائم تسيطر قوات الجيش على المنطقة عند هذا الساتر تنتهي حدود العراق هذه هي مدينة القائم التي استطاعت قوات العراقية استعادة السيطرة عليها قبل أيام قليلة عمليا نحن نقف الآن داخل الحدود السورية بعض المقاتلين من الجانب الآخر اجتازوا الحدود في محاولة تأمين هذه المنطقة من تصل المقاتل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية استحبنا الرئيس الضام سعيد بجولة على المكان ليؤكد عدم دخول قواته على الأراضي السورية وإنما فقط المنطقة الحرام التي تفصل بين الجانبين لماذا لم يدخل الجيش العراقي أو قوات عراقية باستثناء الحشد للمشاركة في معركة البوكمال؟ لماذا فقط قوات الحشد الشعبي هي من دخلها؟ نحن نمشي في أوامر الجيش العراقي يمشي بأوامر وتعرف أنت الأوامر تمسك حدودك أنت حدودك بعد حدودك ما مسموح لك إلا بأمر إذا جانا أمر نتقدم ما عندنا مشكلة نتقدم أين ما كان بجميع أراضي العراق وجميع أراضي الوطن العربي خلافا للحشد الذي ينظر إلى الولايات المتحدة كعدو تعمل القوات الأمنية العراقية بتنسيق كامل معها في الحرب ضد تنظيم الدولة ومع قرب إنهاء وجود التنظيم جغرافيا ثم تخشية من حرب جديدة قد تشهدها المنطقة إذا يكاد يخلو يوم من تصريحات تحذر من خطر التحالف الذي قام على أنقاض تنظيم الدولة وبات يحكم السيطرة على مساحات شاسعة من إيران إلى لبنان فراسكي داني بي بي سي